في واحد اسمه أحمد البحيري أحمد البحيري ده مدون على التويتر وفي نفس الوقت شغال فيه بجلة اسمها هاف بوست هاف بوست دي ملك لعزم بشار ورئيس تحريرها وضح خنفر وضح خنفر اللي هو كان رئيس قناة الجزيرة كتب أحمد البحيري ياريتك بها لي أبراهيم أحمد البحيري كتب بيقول اللي بيحصل في سيناء بمقييس ومفاهيم السياسة ملهوش أي علاقة بالإرهاب ولكن اسمه أعمال عنف حرب بين طرفين مسلحين حرب اللي يحدد مدى مشروعيتها هو مدى عدالة القضية اللي كل طرف بيحارب عشانه ده مين؟ ده واحد ساقط أنا معرفوش جنسيته إيه لكنه يبدو أنه مصري أحمد البحيري وأنا بقول له تاني وبقول لأهل أحمد البحيري والله ما عرفتوا تربوا ابنكم اللي يكلم يقول دي مش محاربة على الإرهاب ملوش علاقة بالإرهاب دي أعمال عنف أعمال عنف دي يعني كلمة أعتقد لا تستحق إلا الاحتقار لأنه اللي بيحصل في سينة مش محتاج أنه حد يتكلم عليه لكن هو لأنه شغال دورنا وراء الآن شغال عند مين؟ عند عزم بشارة ورئيس تحريره مين؟ وضح خنفر دول كارهين لمصر أنا بس بقول للناس عشان الناس اللي بتقرأ في تويتر وفيسبوك الناس كتير ما بتسمعش تلفزيون بتفرجوا بحنا ما نقول لهم ترجمة نانسي قنقر